السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي رجالة ساعة ابتداي. اهلا بكم. النهاردة ان شاء الله. هنبدأ اول درس في منهة كونكت بلاس الترم التاني. وان شاء الله هنشتغل من البيهر زي ما اتفقنا. اول حاجة نبدأ بالوحدة الخمسة بنوان يعني اذهب واستكشف. معناية استكشف. طب ايه الفرق بين يكتشف ويستكشف? اكتشف حاجة ما كانش حد يعني حاجة كانت موجودة وانت اكتشفتها. اه لقتها ايه. اكسبلور بقى انك تطلعت في تجول كده تلف يعني انت بتلف عموما وبتدور على يعني بتدور على ايه حاجة جديدة. تمام? دي اكسبلور. طيب لسن وان بعنوان احمد ابن ماجد. مين احمد ابن ماجد? هنعرف دلوقتي. واحد يقول لي مش احمد بتكتب بال اي? هقول له كلمة اصلا عربي وكتبها بال اي بال اي مش هتفرق لان كلمة اصلا عربي ما هيش انجليزي. طيب علم الفلك الاول استرانومي استرانومي قلنا لقبل كده لما لقتيه بعضها قرب انطفاسين شي خفيفة كده فال ايه استرانومي استرانومي يبحر نافيجيت نافيجيت. ايه الفرق بين سيل ونافيجيت برضو ما هي سيل يعني يبحر ونافيجيت معناه يبحر. ايه الفرق بين الاثنين؟ سيل ده انك تاخد ماركيب كده وتطلع تلف افتر على قد نبيتكو ده اسمها سيل. لو اما كان صغيرة بحيرة بكلام من ده. ومن النافيجيت بقى اللي هو الابحار في المحيطات الكبيرة والبحار الوسع وكلام من ده. ده اسمها نافيجيت يبحر. مفتون بي او مهتم بي ملاح او بحار نافيجيتر برضو سيلر اللي هو البحار العادي اللي بيطلع يصطد على قدام الشط كده شوية سمك ويخده ويروح. ومن النافيجيتر ده اذا ما قلنا الشخص اللي باستكشد بقى البحار والمحيطات بن وعليه نافيجيتر شبه جزيرة. ايه الفرق بين بنينسولا وايلند. قلنا ايلند يعني جزيرة. جزيرة حوليها المية من كل ناحية. ribbonsola زي سينا كده. حواليك المية عندك من ثلاث جهات وناحية واحدة لم يبحح مية. دي بنسميها شبه جزيرة. شبه جزيرة عن المية بخوطها من ثلاث جهات بس فيه جهة بفيش فيها مية دي شبه جزيرة الجزيرة بتبقى المية حوليها من كل ناحية. فنسميها بنينسولا او بنينسولا. بنينسولا او بنينسولا. بحارة. سيلورز. شخص. بيرسون. سيد او ماهر. ماستر. محيط. اوشن. قلنا بالكده الملأة. بعدها اي او اي او واي. وحرف المتحرك بعدهم. بنطق الثلاثة مع بعض شاه. يعني السي اي. وحرف المتحرك او سي اي. وحرف المتحرك. بنطق الثلاث حروف مع بعض شاه. فدي ايه? اوشن. 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 زكي او ماهر. طبعا خدنا وخدنا وخدنا كلهم معناهم زكي او ماهر او شاطر. رياح. وينس. فضاء او مكان فاضي. الفضاء الخارجي او فضاء. ما يعني حتة فاضية اسمها. طبعا الاي بعدها اي. انطقها اي زي ما هي. والسي قلنا بعدها اي او اي او واي. واتنطق برضو سي زي ما هي. طبعا اي. طب لو شلت الاي في الاخر دي بقى اسمي. فالاي في الاخر ما تنطقتش. بس خلت الاي تتنطق لونج. فتتنطق اي زي ما هي. وخلت السي تتنطق سي زي ما هي. نجوم ستارز. ما عدا او باستثناء. يعني مثلا اقول لك اي يعني بحبكم كلكم ما عدا فلان. دولة عمان. عظيم او رايا. يعتمد على او موثوق به. يعني شخص امين كده وينفعد يعتمد عليه يعني. قصائد شهرية. مشهور. مش فاموس. ال او اس متنطق شقص. متنطق اس اس. فاموس. فاموس. كواكب. رياح الموسمية. مونسونز. مونسونز. ايه رياحة الموسمية زي رياحة اللي بتبقى موجودة في الخريف وفي الشتاوكل من ده دي منزميها رياحة الموسمية. مونسونز. مستكشف اكستكشف. أكستكشف. اكستكشف. بصلا. البصلا دي بتبقى بص يا سيدي. ها فاهمها لك. هي ببقى في عندنا اربع تجاهات. شمال وجنوب وشاو وغرب. البصلا دي بقى فائبرة. كده. معمولة بمغناطيس بتمغنطة دايما بتشير نحية الشمال يعني لفتها كده هتلاقي الابرة الابرة دايما نحية الشمال يعني انا اتخيل ده الشمال فالابرة دايما نحية الشمال هتجيبها كده الابرة دايما ثابتة نحية الشمال فمهما تلف في البصلة دي الابرة نحية الشمال فانو عايزة امشي شمال هامشي على الابرة دي عايزة امشي جنوب هامشي عكسها عايز امشي شرق هامشي يمنها. عايز امشي غرب هامشي شمالها. فالبصلة دي طبعا الاول قبل البصلة كانوا بيستخدموا النجوم عشان يقدروا يمشوا في البتاع فكر طبعا كانوا بالليل بس. او بالنهار كانوا بيمشوا الشمس. طبعا الشمس شرقا من هنا يبقى خلاص احنا هنمشي جدا نحية الشرق يبقى ته الشمال يبقى كده عكسها النحية دي. يعني مسلاً الشمس طلعت من هنا. الشمس طلعت من هنا كده. يبقى ده الشرق. فاقصادها كده يبقى ده الغرب. تمام? يبقى ده الشمال. يبقى ده الجنوب. الاول كانوا بعملها كده اه بالنهار. بالليل كانوا بمشي عن النجوم. في حاجة في حاجة عندي اسمها او مجموعات النجوم. انا معلش تطلعتكم الموضوع بس انا نسك بتفهموا الموضوع ده كويس. ايه دي? بيبقى فين جوم في السماء? لو بصيت عنهم بالليل هتلاقي فين جوم معمولة باشكال معينة. مش فاكر اسمها بصراحة دلوقتي. بس بيبقى فين جوم اه كان في اسمها ايه يا ربي? اه في حاجة بعين الدب الاسود. اه مش فاكر بالزبط اسمها ايه? المهم يعني. بيبقى نجوم معمولة بطرقة معينة. فكانوا البحارة بيرسموا زي خط كده ويمشوا في اتجاه النجوم دي برضو بيبقى مثلا اتجاه الشمال. فهم خلاص عايزين يمشوا الشمال هيمشوا كده عايزين يمشوا الجنوب هيمشوا عكسها. شرق يبقى منها غربي بقى اشملها. بعد ما اختاروا على البصلة بقى اللي فيها ابرة دايما في تجاه الشمال دي خلاص ما عادوش مستنين بقى. ما عادوش مجبرين ما هو لو الدنيا مغيمة مسلا في يوم بالنهار. خمس ما طلقتش مش عارفوا يمشوا. طيب لو بالليل مسلا وجوه مغيم برضو مش يعارفوا يشوفوا النجوم فمش عارفوا يمشوا. الموضوع كان صعب برضو بالنسبة لهم. هم لا بالنسبة البصلة بقى سواء الدنيا مغيمة مش مغيمة الشمس طالعة مش طالعة الامر طالعة مش طالعة مش فارق معهم في حاجة. وما كده كده بيمشوا على ايه? على ابرة البصلة دي دايما في التجاه الشمال. دي بقى البصلة سيلي. ما ايه? كامبس كامبس كامبس. يصمم او تصميم ديزاين ديزاين. قلنا قبل كده. الاس بالحرفين متحركين نطق زد. والاي لو جاء بعدها جي ان. الجي ما بتتنطقش. الجي دايما قبل الان ما بتنطقش. اي جي بعدها ان ما تنطقش. الا لو دي في مقطع و 하겠습니다 مثلا كلمة سج نظ. دي مقطع و دي مقطع ففي الحالة دي نزيد الآتقاط لا اتنين. ولم لا لو مقطع واحد. ما بنتقش الجي. لو جي بعدها ان. بنتقش. بس بتخلي الماقدي نطق اي زا ما هي. بقى دي جاين ديزاين دزاين ديزاين. طرق wrote's wrote's. لغة language لان معظم الناس говорю. كي language. ما فيه شين. language我 بنطقائش ي طبعا بعدها ايه. في نطقي جي. اخصن في اخر الكلمة. جي. languagenight جيو جرافي جيو جرافي جيو جرافي طبعا جي اي نطق جي زي ماتفقنا وبعدين الفي اي اي ايه طبعا نطق اف فيه لي جيو جرافي جيو جرافي تاريخ هستري 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 المرياضيات ماث دراسات صدز صدز طيب مين هو المكان الذي هو عايزه هو فوسط البحر طيب الاسترونومي اللي هو علم الفلك قال لك The study of everything in space انه هو دراسة كل حرف الفضاء The planets and stars النجوم والكواكب البحارة قال لك People who work on a ship or boat الناس اللي شغلين على المركب او السفينة نسميهم البحارة بتوعها Peninsula اللي هي الشبه الجزيرة قال لك A piece of land with tea all around it قطعة من الارض والبحر حواليها من كل ناحية معادة جزء واحد يعني اذا مرتلك المية حواليها من ثلاثة اتجاهات ولكن في ناحية متوصلة بأرض تانية مفهاش مية وملك الجزيرة بتبقى المية محوطها من كل جهة مفتون B fascinated by قال لك يعني very interested in مهتم بحاجة قوي انك تلاقي طريقة في وسط البحر الافعال travel traveled traveled يستكشف explore explored explored وخلي بالكم التصريف التالت ده عشان عندنا الوحدة دي بقى هناخد المبني المجهول لكل شوه مش هعندوكو دلوقتي مش هعندوكو دلوقتي هو جامع عادة بقى improve يحسن او يطور improve improved improved يصف يوصف يعني describe described 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 يجد find found found يفهم understand 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 understood understood يملك او لديه او عنده او يتناول او يغضي زي ما قلنا لها معاني كتير have وهاز الماضي طبعا هاد والتصريف التالت هاد برضو يرى see saw seen زي ما قلنا غير منتظمة يعني ممكن تلاقي الماضي زي التصريف التالت ممكن تلاقي ده غير ده غير ده ممكن تلاقي شبه بعض زي مثلا cut الماضي بتاعها cut والتصريف التالت بتاعها cut عشان كده بنسميها غير منتظمة لان ما لديها قاعدة ثابتة see saw seen write wrote written يعرف no new known no new known يصبح become became become طيب بعض الexpressions اللي عندي the first arab seaman seaman يعني رجل من رجال البحري وبحارية فابقول لك اول بحار عربي hundreds of years ago يعني منذ مئات السنين the arabian peninsula اللي هو شبهه الجزيرة العربية اللي هو شبهه الجزيرة العربية للسعودية وكويت والامارات والاردن والمنطقة ده مثل ما شبهه الجزيرة العربية across the world عبر العالم قطع من a piece of معروف بأنه known as في سن صغير at the young age يعني في عمر صغير او في سن صغير محيط الهندي the indian ocean بحق الاحمر the red sea over the years over the years يسافر بأمان travel safely يستمع الى listen to ان طبعا الست في وسط الكلمة بنتقش t في اول الكلمة بتنطع عادي في اخر الكلمة بتنطع عادي اول واحد احمد بن ماجد قالك سمعت قبل كده عن احمد بن ماجد مين يا عم؟ قالك يعني هو اللي تعلم ازاي يقدر يلاقي طريقه في وسط البحار navigate means to find your way around navigate معنى يبحر اللي هو انك تلاقي طريقك في وسط البحر احمد بن ماجد رجل دا كان عايش منذ مئات السنين he was born in 1432 تولد سنة 1432 in what is now امان في المنطقة اللي دلوقتي باسمها دولة عمان طبعا الاول ما كانتش متقسمها دول زي دلوقتي لا الاول كانتش متقسمها شبه الجزيرة العربية كلها دلوقتي بقى بعد كده تقسمت طبعا دول بعد الاحتلال والكلام ده كله فدلوقتي بقى المنطقة اللي كان مولود فيها اللي هي دلوقتي عمانيا as child وكتفل صغير هي وصفة سنية بايزيسي كان من بحر جدا من البحر وحابب البحر قوي he loved to listen to stories about sailing from his father and grandfather كان بيحب دايما يقعد يسمع قصص البحارة بقى والبحار وكلام من ده من بابا وجده who were great sailors هم الاثنين كانوا بحارة عظماء they also had their own ships كمان كان عندهم السفن بتاعتهم يعني مش انهم ما كانوا بحارة بتلاهم مع ناس بس لا كان عندهم سفن ملكهم يعني before majid was born his dad and grandfather sailed the red sea and the indian ocean كان ابوه وجده بيبحيروا دايما في البحر الاحمر وفي المحيط الهندي if majid wanted to explore the seas and oceans too ابن ماجد قال لك لا انا اريد استكشف البحار والمحيطات كلها at the young age of seven وهو الآن عنده سبع سنين he went on his first journey on the sea طلع في اول رحلة بحرية له هو عنده سبع سنين انا ابني عنده سبع سنين بخافرك ابن ماجد كان جيد جدا ابن ماجد كان جيد جدا وكان بيدرس كثير حبيب يتعلم يعني he learned languages اتعلم لغات كثير اتعلم برضو حاجات في الماث geography and astronomy وعلم الفلك astronomy was important الاسترانومي او علم الفلك بالذات كان مهم جدا ليه يا سيدي قالك because the stars at night helped sailors to find their way ان النجوم بالليل كان بتساعد البحارة ان هم يلاقوا طريقهم ازاي زي ما ان لسه اليك من شوية في مجموعات نجوم كده بتشير نحة الشمال فبيبصوا عليها ويمشوا بس ازاي ما قلت لك مشكلتها الوحيدة ان لو يوم الجو مغيم فيه بيوقف في وسط البحر مش عارفين يروحوا فين ولا يجوا من يل وممكن يتوهوا كمان يعني لو فيه موج ممكن يودهم في مكان تاني خالص غير اللهم عايزين يروحوه وطبعا مش عارفين يوجيهه للمركب لان مش عارفين يوجيهها فين ومفيش اتجاهات يمشوا عليها ومفيش سكة بفضل البحر فقالك ابن ماجد دراسات اللي عملها دي كلها والعلوم اللي قيره فيها ساعدته انه يفهم في اتجاهة الرياح يعني في مثلا في الصيف بيجينا مثلا رياح شمالية شرقية فيبقى اه احنا في الصيف دلوقتي ومفيش الدنيا مغيمة فالرياح جاء من ناحية دي يبقى ده اتجاه الشمال الشرقي يبقى اللقصاده الناحية التانية ده الشمال الشرقي مثلا الرياح جاء كده يبقى الاتجاه اللقصاده او المعاكس له هو الجنوب الغربي مثلا فقدر يدرس حركات الرياح واتجاهات الرياح في المواسم فبدأ يعرف او يحدد الاتجاهات اللي عايز يمشي فيها بناء على الرياح الكلام ده طبعا لو مفيش نجوم او شمس فدرس الرياح المرسومية والنجوم اللي في السماء لما كبر بقى شوية بقى سيد البحار او كبير البحارة استخدم البحارة استخدم البحارة لما يعرف ان البحارة افضل بكثير في الاستخدام في البحارة بدأ يطور في التصميم البحارة كانت موجودة لكن كان يستخدمها الاول في الصحراء هما ماشيين في الصحراء فلما استخدمها هلقاء احسن في البحر ما هي برضو في الصحراء مفيش استكة تمشي عليها برضو الصحراء كلها جبال ورامل شبه بعضها فكانوا بيستخدموا البصلا في ان هما برضو يلاقيوا طريقهم في وسط الجبال فلما استخدمها بقى لما جربها على البر لا اقول لك لا اطورها وخليها تشتغل احسن في البحر بدل النجوم والشمس وكلام منها دلوقتي بقت موثوقة اكتر من النجوم والشمس في ان هما يلاقيوا طريقهم في وسط البحر بالنسبة للبحارة وعلى مدار السنين ابن ماجد كتب 38 كتاب يوصف لنا فيها كل الحاجات اللي هو عرفها وتعلمها وقرأها كتبها في 38 كتاب في حياته كلها بعض الكتب كان فيها معلومات عن طرق توصلك لأماكن معينة وبعض الكتب كان بتوصف تاريخ الابحار اللي هو من اول ما الانسان بدأ يخترع مركب وبعد كده بدأ يكبر المركب دي خلاسة فينا وبدأ يطلع في البحار وكلام من ده They helped sailors travel from the Arabian Peninsula to India الكتب اللي هو كتبها ساعدت العرب ان هما يقدروا يسافروا من شبه الجزيرة العربية يروحوا الهند East Africa شرق افريقيا and other places وبعض الاماكن الاخرى He even wrote poems حتى كتب قصائد شعرية Across the world يعني أحمد بن ماجد is still famous والحد النهاردة أحمد بن ماجد لسه مشهور في العالم كله His box have helped many sailors for hundreds of years كتبه تساعد وكانت وما زالت تساعد آلاف البحارة لمئات سنين With ابن ماجد's help بسبب مساعدة ابن ماجد We can all travel safely on the seas دلوقتي بقينا كلنا نقدر نسافر بأمان في البحار بس يا شباب خلص الدرس الاول ان شاء الله بقى التدريبات زي ما قلنا هنزلها في فيديو من فاصل عشان ما تزاوش مني بس الله عليكم نحفظ الكلمات ومفيش grammar ونحفظ بس الكلمات الاول كده ونقرأ القطع وبعد كده نبدأ نحل التدريبات لما ننزل الحل ان شاء الله هتتراجع وراي بس اللي هو انا حلل ايه صح وايه غلط وانا هشرح لك برضو انا بحل عشان كده فما غلطش فاية تاني يبقى انت كده الاستفادة القصوى زي ما يقولون فاستنوا ان شاء الله ان شاء الله ساعة ستة هنزل لكم الدرس التاني الحلقة هي اسمها الدرس ده الوقت كده وزبطوا الدنيا وان شاء الله ساعة ستة هنزل لكم الدرس اللي بعده انتظروني واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته